يا هلا يا هلا يا هلا متابعين الغالي انشاء الله كلكم بخير وخلصت شغلكم اليوم الجمعة وقديتوا فرائفكم وواجباتكم وجيتوا الى استراحة الجمعة اللي هي البث الاسبوعي العرض الاول لوصفة عافية اليوم عندي وصفة اساسية اللي هي ايضا من وصفات الافوغادو واللي انتوا دائما السؤلوني علي وده اسحاول انه اسويلكم اسويلكم فولدر خاص بي يعني بلاي لست خاصة بي الافوغادو حتى تستفادون منها وترجعون لها رح اتعجبكم ان شاء الله الوصفة وبنهاية الفيديو اليوم او بنهاية العرض رح يكون عندنا فد وصفة خاصة بالبيت او بالمطبخ من مواد طبيعية صحية من الوصفات اللي جدا اعتمد عليها والرائعة جدا وياه اللي نصحت بيها او سويت الهياء جدا استفادوا من عندها امهات البيوت وربات البيوت يلا تعالوا سوى حتى نشوف موسيقى هو يسوينا وصفات بالافوغادو وهو يتسألوني همينا على الافوغادو وارجع اكرر وياه كل مرة اقول انه الافوغادو هو من السوبر فود الغني بالماغنيسيوم والبوتاسيوم وهي معادل مهمة جدا وخصوصا الماغنيسيوم اللي نحتاجه كل شو هواية لاسترخاء العضلات واللي تحسن نوعية النوم من حيث عمق النوم ومن حيث عدد ساعات النوم وايضا اللي تشوفو انتو بالافوغادو تشوفو عبارة عن مادة دهنية وهاي النقطة جدا اساسية انه هو بنسبة دهون طبيعية صحية عالية دهون كلش مفيدة لاذابة الفيتامينات اللي الضوب بالدهون واللي اهمها فيتامين دي وايضا للمفاصل للعظام للطبقة الدهنية بالجلد لأساسي للكولاجين أساسي للبشرة فالسوبر فود الافوغادو كلش مهم لذلك قد أحاول أنه أسوي لكم أكثر من استخدام في الغالب المالح وأيضا ممكن الحلو وإحنا مسوين سابقا هم حلو راح أحط لكم الرابط معتل اليوم مثل مدى تشوفون اش راح أسوي راح أستخدم افوغادو وراح أستخدم بيض مسلوق فلاحظوا أنه أنا هذه الدهنيات راح أدمجها ويا البروتين العالي الجيد من أحسن الأنواع اللي هو بروتين البيض وراح أستخدم يعني خضروية راح أسوي فد نوع من أنواع اللي هو مو صوص في الحقيقة فد خلطة تأكل بالخبز ممكن أن تدهن نحط على اللوف مغذية ومشبعة مثل ما تشوفوها طبعا اعتيادي راح أحط لها الملح لها ملايا والفلفل الأسود وممكن أستخدم أيضا الفلفل الأحمر اللي إحنا نسويه لبيتي اللي نوعيته جيدة جدا وراح أحط لها مقدار من المكسرات هني هنا راح أستخدم جوز عادي ممكن تحطو لها غازو ممكن تحطو لها اللوز براحتكم بس أنا مجربتها بالجوز طيبة جدا مثل ما تشوفون عندي مقدار من البيض البيض اللي إذا أخذه عدده نسبة البيض إلى الأفوغادو هيا راجعة لكم مبدئيا من تبدون أول مرة سووها سووها تقريبا نص بنص وشوفوا الطعام هل تحبون تميلون إلى الدهون أكثر الأفوغادو أم تحبون تميلون إلى البيض أكثر أنا ببعض الأحيان حقيقة أسويها يعني بشكل سريع أسلق البيض وهو حار أصلا وأسويه بالشوكة العادية وأخلط ويا الأفوغادو بالشوكة العادية صحيح بالنسبة إلي لذيذة وطيبة وأستخدمها أضيف عليها زيت زيتون إذا أحبيت وأضيف عليها القطع الإخيار المخلل بشكل ناعم أثرمها حتى أنطيها فد حموضة إضافية هذا كل شيء راجع لكم وكلها نكات أو إضافات أضيفوها بعد أن تسوون الشيء الأساسي واتغيروا حسب الطعام اللي أنتو تريدوا مبدئيا كل اللي رح نسوي بالفود براسيسر رح نحط عندنا البيض المسلوق ورح نحط هاي أفوغادوم تعتبر من الحجم المتوسط إلى الكبير ده تشوفوها ما شاء الله يعني هي لاحقة بشكل جيد رح أخلي عليها رح أخلطهم سواء رح أحط مقدار من الخضرة الخضرة تحبون تحطون شبنت اللي هو الشبت واسه موجود عندنا وأخضر طريق ما شاء الله اللي يحب هاي النكهة أنا أحط قليل من عنده وأحط معدنوس إذا تحبون بدون خضرة أيضا ما كو مشكلة أحط أيضا معدنوس وقدت لكم أحط الجوز وأيضا في أحيان أحط اللب الأخضر هسه رح أرويكم شونها أيضا رح أستخدمه وأضيفه إلي حطينا البيض مثل ما تتشوفون هذا الأفوغادو طلعت الموى مالته وبالشرطه ممكن نحط كل سواء مثل ما تتشوفوا أنا بس أريد أرويكم أنه الأفوغادو شون مستوي طيب طبعا هذا وقت اللي يكون به وهالطريقة هاي بعدين رأحط وهنا هما ريد أقول لكم أنه الأفوغادو هو لا مالح ولا حلو وبالتالي نقدر نستخدم ما هي المالح والحلو رح أحط مقدار المعدنوس ورح أحط الشبنت أيضا ممكن تحطون واحد منعتهم أو ممكن تحطون نعناع بس رجاء أن يكون نعناع يابس لأنه إحنا رح نستخدم عصير ليمونوية فحتى ليسود لونه نستخدم نعناع يابس مثل ما قلت لكم رح أحط مقدار من الجوز فهذا مقدار الجوز أيضا اللي أنا أريد أحطه وآني عندي خياري وهذا براحتكم رح أحط أيضا مقدار من لب عباد الشمس حتى أضيف لقيمة غذائية إضافية هذا أيضا تدرون بيش قد غني بالمغنيسيوم فرح أضيف لهذا المقدار وأيضا رح أستخدم اللب الأخضر هذه سجاجة اللب الأخضر اللي هو لب القرع ممكن أنه نحطهم كلهم وممكن أنه نحط واحد من عدهم وممكن أنه ما نحط ولا واحد من عدهم هذا راجع لكم أكيد رح أقلت لكم رح نحط الفلفل الأسود يحتاج إلى فلفل وإلى ملح لأنه الأفوغادا هو قلت لكم ما بي ملح ولا بي حلا أصفة يمكن كرارت بعض الكلمات وهذا الملح أيضا ورح أحط القليل من الفلفل الحار هذا أيضا خيار متروك رح أضربها بالخلاط ونشوف هذا المرحلة تشوفون كيف حدث قسم من الحبوب ممكن أن تبقى بعضها عدلة بعد ما مكملين خلط بالفود بروسسور كامل ممكن أنه نسوي هاي الخلطة بدون الحبوب أو يعني البذور اللي موجودة لحب عناها وتنخلط بشكل كامل وبعدين نضيف لها البذور بشكل عدل أو تكسير قليلة هنا أنا رح أضيف لها النومي حامض العصير الليمون الحامض كميتة تعتمد على حموظ الحموظ اللي احنا نريدها وسيول اللي احنا نريدها بس هو ضروري واساسي لأن أفوغاتو حتى لي تبقى لون الأخضر رح أكمل وأرويكم هس ما شاء الله ما شاء الله ده تشوفون الشوان ها كريمة كريمة والضبط كريمة ده تشوفون اللون الرائع ما تشوفون بالحبوب هنا طبعا لازم نشوف ناخذ يعني نذوق ها ونشوف موضوع الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر والحموضة هاي كلها تتبع الذوق الشخصي واللي نقدمها هس رح نسوي ننتقل لمرحلة التقديمة الرائعة رح نشوف هش هون ما شاء الله شفتوا ممكن بعدين رح يتلعب هالشكل هذا رح نقدم هواية الزيتون الخلطة شفتوا مكوناتها وشفتوا شقد مفيدة هذي ممكن تكون مقبلات عادية وممكن تكون وجبة للعشاء ناخذ هوايانا للدوام أو حتى لأولادنا بالكليات بالثانويات هس أقول لكم الشون رح ناكل هواية هذا خبز الشوفان اللي سوينا أنا بس أسمعكم الصوت تشوفون هذا نفسه هو الخبز ما سويت لأي شي يعني لحطيت لزيت ولا حطيت لثوم ولا حطيت بالفرن بس مجرد انه بالمايكرو دتلاحظون وراح راويكم يا دتلوح مثل البسكت هذا نستخدم حتى طبعا هذا خبز شوفان أرجع كره يعني هذا مو خبز عادي لتتوقع وخبز أبيض هذا خبز شوفان دتشوفون اجتمعون الصوت يجنن طعم حموضة ملوحة قيمة غذائية معادن فيتامينات دهون مشبع رائع هذا إذا حبينا نقدمه طيب إذا حبينا ناخذه ويانا رح نستخدم نفس هذا الخبز ما لشوفان ورح نحط ها بعبوة مثل ما تلاحظون والعبوة رح تكون محكمة مغلقة وناخذ ويانا هنا نحط عبوة زجاجية إذا حبيتوا تنطون مقدار من عنده أنه يأكلوا مع نفس هذا الخبز أبنائكم بالبريك أو الاستراحة الغذائية ما الكليات للكبار بالسن بالذات أو الثانويات ما رح نحط بعبوات سجاجية ونحط بعبوات سجاجية بالمقدار اللي يكفيهم بحيث أن الأولاد أو البنات يأكلوا وهذا الخبز سنضع كونتينر صغير أيضا ديس بوز بعد أن يكملون رح تركوا هذا الموضوع خبز التورتل عفوا التورتل اللي هي خبز الشوفان وهذا خبز الشوفان حقيقة أنا يعني من جهة أثق بيها موضى سوي الهدعاية ويما محتاج الهدعاية وحتى لو سويت الهدعاية فيما تستحق اللي هي خبز باب الأغا عدهم أنواع جديدة ومن هذه الأنواع هي الخبز الشوفان هذا تشوفوه خبزة طرية قبل هذه ممكن أنه نستخدم هذه الخبز نفسها ونسويها كسندة لهم لأولاد بأنه نحط مقدار من هاي الخلطة اللي هي تحتوي أيضا على البيض فتمثل مادة غذائية أساسية ومهمة لهم بهذه الخبز طبعا نعتذر ما رح أسوي لكم إياها لأنه حقيقة يعني حاليا أكلنا من عدها فرح تبقى وما حب أنه تبقى وتبات بالخبز فرح نحط منعنتها بالخبز ونحط وياها طماطع إذا حبينا سنسوي هنا طبعا زيتون بدون نوة ونقطعها في قطعتين أو ثلاثة ونحطها بداخل الكنتينر الغذائي يعني المدرسة ورح تكون وجبة أولا طرية مجافة رح تأذيهم رح ضايقهم العفو ورح تكون أيضا وجبة بها بروتين ومعادن وكل شي خصوصا إذا حبو حبوها ممكن نضيفلها إذا حبيتوا فالشرائح من الدجاج إذا كانت بهذه السندويتش يعني شرائح من الدجاج البارد حتى وهذا رح يضيفلها أيضا قيمة غذائية وبروتين عالي أيضا إضافي هاي وصفاتنا لليوم إن شاء الله عجبتكم وآني أتأكد رح تعجبكم حقيقة لأنه كلش عاجبتني وآني فعلا أطبقها أرجع أكرر جملة دائما أقول لكم إياها أنا أقدم لكم الوصفات اللي هي حقيقة إحنا نستخدمها بيتنا ونتعامل بيها يعني أنا ما أقدم وصفات لغاية القناة فقط أو لغاية العرض باليوتيوب وإنما فعلا اللي إحنا نطبقها بمعنى إنه مثله يجي وصفات باعتماد الأفوغادو وبالمناسبة رح أحط لكم أيضا قائمة الوصفات مال الأفوغادو لإندا أضيف عليها هواية أيضا الأفوغادو دائما موجود ببيتنا ونستخدمها والكثير من العوائم يمكن تستخدمها بس أنا ما أريد الكثير وإنما أريد الكل إن شاء الله يستخدمون وصفات الأفوغادو يمكن ما تتوقعوا إنه هذي بيها بيض مسلوق وبالمناسبة لا تتوقعوا أكو زفرة أو تأثير للبيض أبد ما تحسوا فأبنائكم أو الأعضاء الأسرة اللي ما يحبون ياخذون البيض بشكل مباشر ممكن نستخدم لهم هذه الوصفة حتى ندخل بيها البيض اللي وصلوا إياه هنا شكرا إلى جدا وإن شاء الله يذكرني من يسوي الوصفة ويدعي لي بالصحة والعافية حتى أستمر أسوي لكم هاي الوصفات الحلوة اللي أنا متأكدة هي مفيدة لكم إن شاء الله تأليقاتكم الحلوة وعزموا أصدقائكم وجيرانكم وأقاربكم على مثل هاي وصفات حتى يسألوكم هاي منين وتقولوا لهم هذي من وصفة عافية تحياتي لكم جميعا هاي فقراتنا اللي ردت أقولكم عليها وإن شاء الله رح أصوي لكم غلب العروض فقرات تخص المطبخ مثل ماذا تشوفون هذي عندي علاقة علاقة أو كيس بقشور مال برتقال وليمون جامدة بالفريزر دائما الليمون والبرتقال وبالذات الليمون من الرمي المتبقي من عنده أو القشور أو حتى من نقشر البرتقال بسلة المهملات وإنما نجمعها بالفريزر ونحن نستفاد منها بأكثر من الخلطة الخلطة الأولى رح نجيب فد حلة أو جدر جمعيها كل ما تتجمع دا تلاحظون ألوانها أكو ليمون حامض أصفر وأكو ليمون حامض أخضر وأيضا أكو برتقال رح نحطها بهذا الماء ونفورها نخذ لها فورة أو فورتين بحيث تصير قابلة للهرس بس يعني ما نفورها لفترة طويلة بحيث تستهلك أو تتلف يعني تنمرد أو تتلف وأيضا عطرها كله يصير بالبيت صحيح ويكون مفيد لكن بنفس الوقت مريدنا خسرة دا تشوفون أكو قطعة حتى أنا بالغلط يعني حاطتها نص ليمون أيضا حطوها وياها رح نجمعها كلها كمية الماء اللي رح نحطها أقل من أنه تغطيها يعني مريد كمية ماء كبيرة جدا بعد أن حطيتها مقدار على النار دا تشوفوها ذبت نفسها وقامت تنهرس بسهولة بالشوكة مثل ما تلاحظون رح أخذ هذا القشور ما للليمون والبرتقال وأهرسها بالخلاط ضربا مبرح عندما تشوفون الشو صارت صارت كأنما معجون للغسل يعني معجون الشامبو أو معجون الغسول ما اللموعين بعدين أفرخها في أوعية متبقية عندي اللي هي بلاستيك اللي جاية متبقية من المواد اللي عندي اللي أجيبها وأخذ هذي بعد أن أفرخها بيها طبعا لازم تكون نظيفة وحتى ليصر تعفن بهذا الخليط اللي سويته أو خلو نقول هو مثل الصابون السائل أو كثافتها جيدة مثل ما تشوفون ده أفرغ بيها وطبعا يعني لو أنتم موجودين يمي وتشتمون ريحتها يجنن ريحة الليمون وريحة البرتقال وهو مادة معاقمة تدرون أنه بيفيتامين ولو الفيتامين سي أغلبة تلف نتيجة الحرارة بس نحاول منعرض للحرارة فترة طويلة مادة معاقمة تشوفون أغلق بإحكام أخذ هاي العبوات الكبيرة أحطها بالمجمدة أو بالفريزر وأطلع من عندها عبوة وحدة على مود أستخدمها كل ما أحتاج أطلع العبوة اللي وراها هسا ذول اش راح أسوي بيهم أنا حقيقة الشي الرئيسي أخسل بي السنك بعد أن أخسل المماعين أنا أضب بي السنك أسوي بي السطوح الكوانترات أخسل بي المماعين اللي بعد مثلا الجدورة أو الأواني بعد أن أخسلها مرات أحس أنه ريحتها بي يعني رادلها معطر فأستخدم هذا الليمون الحامض أنه أخسلها بي كأنما تخسل المماعين عادي تعتبر معقب وتعتبر معطر وبنفس الوقت اش أسوي بيها الحاوية اللي أحط بيها غسول المماعين الغسول ما اللماعين والسفنجة ما اللماعين اللي أستخدمها أحط مقدار من عنده بيها هم راح يعقب وهم راح يعطر وهم سابقا أنا قايلت لكم وهس أهم أعيد لكم أنه الغسول ما للصحون جد من غسلة بالمي بعد تنظيفة يعني راح يبقى أكو بيه طبقة أو مقدار معين على المماعين فلذا من نحط عليها مادة حامضة مثل الخل أو عصير الليمون أو هذا الليمون اللي هو قشور الليمون وبها راح تفكك أجزاء بحيث ما يلسق بالمماعين حتى بعد أن نخسلها أو نخذها بالماء هذا الموضوع كلش رائع فعلا نجربوه ورح ترتاحون من عدة وآني متأكدة راح تدعولي تحياتي لكم